اذا عندك كمية من البصل وبدك تحتفظي فيها سأقدم لك افضل طريقة لحفظ البصل لفترة طويلة وبطريقة سهلة فتابعوا معي الفيديو احبائي و اهلا وسهلا فيكن وبكل مشترك جديد انضم للقناة وبتشكركم كتير على تعليقاتكم الحلوة وكلامكم الجميل عندي كمية من البصل هذا البصل مقشرته مقشر ومغسول هذا البصل الابيض ممكن تستخدمي اي نوع من البصل اللي عندك هلأ راح اقوم بتقطيع البصل بقطعه لقطع متوسطة ما ضروري انه يعني زغره لانه انا هات بدي حطه بالفرامة فعم قطعه بسهل قطعه هلأ هيك صار عندي الكمية كله قطعتها هلأ بمحضرت الطعام او الفرامة راح احط كمية كمية من البصل وفرما هلأ ازا ما عندك متوفرة لمحضرت الطعام ممكن تقطيعه يدوي او الطريقة اللي بتحبيها بس طبعا هي اسرع بكتير هلأ هيك انا بنزل الاطراف حتى يكون كل البصل نفس الحجم مقطع وبتقطعه يعني حسب ما بدك ناعم كتير او خشن انا هلأ هاد القسم عم بعمله ناعم كما شايفين كتير ناعم طبعا كل نوع اللي هو استخداماته هلأ هيك هي اول القسم وبتابع بقية الكمية اللي عندي هلأ هاي هوني عملته هذا النوع التاني متل ما ملاحظين خشن ما كتير ناعمته كما شايفين هيك فعملت انا نوعين ناعم وخشن هلأ هي صار عندي هذا الناعم وهذا عندي الخشن وكل نوع له استخداماته فهذا الناعم ممكن استخدمه مع اللحمة بحشوات مثلا الكبة او الششبرك او اللحمة بالصينية السنبوسك كل هدول بدون بصلة ناعمة تكون مفرومة اما هذا الخشن فمستخدمه للطبخات للفاصلية لللوبيه لصلصات كتيره يعني هو استخدام البصل كتير بمطبخنا نستخدمه تقريبا بشكل يومي استخداماته كتيره فلذلك الواحد لازم يحتفظ فيه خاصة قبل ما يكوز عنده كمية قبل ما تخرب او تروح حبات البصل بدون فائدة فهيك منلاقي دائما عندنا سهل ومتواجد عندنا فهلأ انا برحا عبيب اكياس اكياس الفريزر لانه هو عملية التخزين رح تصير بالفريزر طبعا هلأ هذا اول نوع الناعم عم بعمله هيك بكياس تكون رقيئة الافضل تكون رقيئة فرغة من الهواء ومدة هيك بشكل انه تكون طبقة رقيئة لسهولة استخراجها يعني من الفريزر هلأ بعد ما عملتون للأكياس فرح اجيب العلبة هنا وحطهم فيها هلأ هوني شو فائدة العلبة اول شغلة انه طبعا بترتبون هيك بشكل حلو بيضلوا على هالشكل هاد وكمان العلبة رح تمنع اي رائحة تخرج منها بالفريزر يعني هيك ضمنت تماما انه البصل صار بأكياس وصار بعلبة وسكرتها بشكل محكم فما بيطلع على اي ريحة بالفريزر هلأ هي اول قسم اللي عملته هلأ القسم الثاني البصل الخشين المقطع بشكل خشين كمان يرح عبي بأكياس صغيرة وفرغوا من الهواء بشكل رقيق وبتابع الكمية اللي عندي وكمان حطيته بعلبة بحطهم بعلب يعني حسب الكمية اللي عندي وهيك طبعا بصير سهوة استخدامهم ومثل ما لاحظنا نحن هوني ما فيهون اي مواد حافظة البصل فكتير سهل ما منحط له مثل التوم منهم منحط له مثلا زيت او ملح او شي ما بيحتاج ابدا لانهو محطوط بالفريزر وهلأ هيك صارت عندي الكمية الناعم والخشين عندي ايان هون فهلأ هيك انا عملت كتبته عليه هون كما شايفين هذا بصل ناعم والتاني بصل خشين لانهو بنحط بالفريزر لونهو نفس الشي تقريبا فممكن احد ما يميز عن بعض فهيك لازم نحن دائما نكون ست البيت عنده ترتيب عنده حسن تقديم لأي شي بتعاملون كان بالفريزر او بغيره هلأ انا هيك بدي فرجيكن هي بعد حدة اسابيع فرجيكن كيف انه بيضل متل ما شايفين ما شاء الله محافظ على لونه محافظ على شكله اه بيجمد بيكون مجمد فأنا بعمله هيك وباخد القسم اللي بديه وبرجع البائي فهاي ميزت الكيس انه حطيته بكيس ما حطيته بعلبة انه باخد قسم رئيه لانه العلبة اذا حطيته فيها رح يجمد كتير وصعب استخراجه فهاي الطريقة كتير ناجحة وسهلة متل ما شفتوه وبتوفر عليك كتير انه اسناء الايام العادية ايمت ما بتحبي بتطالع القسم اللي بدك اياه بتلاقي البصل دائما متوفر عندك فكتير طريقة حلوة وحاولوا تجربوها رح ترتاحوا كتير طبعاً ما انه كل نهار اشجر بصل ونتروم فاذا عجبكن هالفيديو وعجبتكن هالطريقة لا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة وشكراً كتير لحسن المتابعة 5 0 10 10 cum 10 10 10 11 شكرا